محارب ساموراي ميت في بستان خيزران هادئ سرد الشهود الوحيدون روايتهم واحداً تلو الآخر عن أحداث الجريمة ولكن بينما يروي كل منهم حكايته يصبح من الواضح أن كل رواية صادقة لكنها مختلفة وأن كل شهد يورط نفسه هذه هي مقدمة قصة في البستان وهي قصة قصيرة نشرت في أوائل عشرينيات القرن الماضي للكاتب الياباني ريونوسوكي أكوتاجاوا يشير الكثير بهذه الحكاية عن وجهات النظر المختلفة باسم مختلف راشومون في عام 1950 قام المخرج الياباني أكيرا كوروساوا باقتباس قصتين من أكوتاجاوا في فيلم واحد قدم للعالم في هذا الفيلم استعارة ثقافية دائمة غيرت فهمنا للحقيقة والعدالة والذاكرة البشرية يصف تأثير راشومون موقفا يسرد فيه الأفراد روايات مختلفة بشكل كبير ولكن يمكن تصديقها بنفس القدر عن نفس الحدث كونه يستخدم غالبا لإبراز عدم موثوقية شهود العيان يحدث تأثير راشومون عادة حين توفر شرطين محددين الأول لا يوجد دليل للتحقق مما حدث بالفعل والثاني هناك ضغوط للحسم في الأمر غالبا ما تنشأ من قبل شخصية مرجعية تحاول تحديد الحقيقة القطعية لكن تأثير راشومون يقود فكرة الحقيقة الفردية والموضوعية في المؤلف الأصلي يستخدم أكوتاجاوا وكوروساوا وسائلهما الإبداعية لإعطاء شهادة كل شخصية وزنا متساويا ما يجعل كل شاهد راويا غير موثوق به بدون أي تلميحات حول من يروي القصة الأدق لا يستطيع الجمهور تحديد الشخصية التي يجب الوثوق بها بدلا من ذلك تلتحف كل رواية صفة الصدق وتجعل أفراد الجمهور يشكون في قناعاتهم وهم يخمنون من أنهى حياة الساموراي قد يجد البعض هذا محبطا لأن الحبكة تخرب التوقعات حول كيف تنتهي الألغاز عادة ولكن برفض تقديم إجابة واضحة يظهر هذان الفنانان فوضى وتعقيد الحقيقة والذاكرة البشرية اكتشف علماء الأعصاب أنه عندما نشكل ذكرة يتأثر تفسيرنا للمعلومات المرئية من خلال تجاربنا السابقة والتحيزات الداخلية بعض هذه التحيزات خاصة بالأفراد دون غيرهم لكن بعض التحيزات الأخرى أكثر شمولية مثلا يمكن أن يؤثر التحيز الأناني على الناس لإعادة تشكيل ذاكرتهم لا شعوريا بكيفية تلقي ضوء إيجابي على أفعالهم حتى لو تمكننا من تشفير ذكرى ما بالدقة استرجعوا تلك الذكرى يتضمن معلومات جديدة تغيرها وعندما نتذكر هذا الحدث لاحقا عادة ما نتذكر الذاكرة المزخرفة بدلا من التجربة الأصلية هذه الظواهر النفسية الباطنية تعني أن تأثير راشومون يمكن أن يظهر في أي مكان في علم الأحياء عندما يبدأ العلماء من نفس مجموعة البيانات ويطبقون نفس الأسليب التحليلية سينشرون نتائج مختلفة في كثير من الأحيان يتصارع علماء الأنتروبولوجيا بانتظام مع التأثير الذي تحدثه الخلفيات الشخصية على تصور الخبير في إحدى الحالات الشهيرة زار عالماء أنتروبولوجيا قرية تيبوزيتلان المكسيكية ووصف البحث الأول الحياة في البلدة بالسعيدة والمرضية بينما سجل الثاني إصابة السكان بجنون العظمة والسخط إلى جانب الخبراء يمكن أن يطال تأثير راشومون عامة الناس أيضاً خاصة عندما يتعلق الأمر بتصور الأحداث العالمية المعقدة مثلاً عقب قمة الأمن عام 2015 بين البلايات المتحدة وقادة الدول العربية تبينت التقارير الأعلامية حول القمة بشكل كبير وذكر البعض أنها سرت بسلاسة بينما وصفها آخرون بالفشل التام من المغر التركيز على سبب وجود تصورات متنافسة ولكن ربما السؤال الأهم الذي يثيره تأثير راشومون هو ما هي الحقيقة أصلاً؟ هل توجد حالات لا توجد فيها حقيقة موضوعية؟ ما الذي يمكن أن تخبرنا به اختلافات القصص عن نفس الحدث عن الزمان والمكان والأشخاص المعنيين؟ وكيف يمكننا اتخاذ قرارات جماعية إذا كان في متناولنا معلومات وخلفيات وتحيزات مختلفة مثل معظم الأسئلة ليس لهذه الأسئلة إجابة محددة لكن الأهمية الدائمة لقصة أكو تاجاوى توحي بوجود قيمة في احتضان الغموض استمر في تغذية ذهنك بينما تتعلم كيف يعمل اشترك في قناتنا أو شاهد مقاطع الفيديو هذه سيشكرك عقلك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر